صبع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هات الأمر كل يوم بعينا نسمع عن زيادة في أعداد المصابين بفيروس جديري الأرود في العالم ككل وصلت حالات الإصابة بالمرض حوالي 77 ألف حالة في 109 دولة كمان تسبب الفيروس ده أو جديري الأرود في وفاة 36 من إجمال الإصابات وده وفقا لمنظمة الصحة العالمية زي الفيروس ده بينتقل من إنسان لآخر وإيه هي الطرق الخاصة بالوقاية منه ده اللي احنا هنتعرف عليه من خلال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة اللي مشرفنا في الستوديو في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا صيد أحمد وكل مشاهدين الكرام الحكاية يا دكتور الفيروس عمالي يزيد ورغم أنه موجود من السبعينيات حتى الآن مفيش لقاح لي يعني خلينا نبدأ أن الأرقام نفسها اللي احنا نتكلم فيها لسه الحمد لله أرقام مطمئنة احنا داخلين في ما داخلتش في فكرة الجائحة يعني هي تصنفت طبعا كإعلان أو إنذار من منظمة الصحة العالمية كمرض طوارئ فبالتالي الاستعداد الأقصى هو موجود حاليا سواء كان لجودريا الكرضة أو لكوفيد أو شال الأطفال دول الثلاث أمراض اللي منظمة الصحة العالمية إعلنت عليهم حالة طوارئ حاليا حالة صحية طوارئ الأرقام حتى الآن لو قررنا مثلا من أول ما ظهر أول حالة في الموجة الجديدة بكورونا مثلا نحنا نتكلم طبعا في اختلاف يعني نتكلم في أقل من 100 ألف حالة حتى الآن في نفس التوقيت ده في نفس المدة الزمنية كنا نتكلم في مئات الملايين من حالات كورونا مثلا صحيح فهو معدل انتشاره والحمد لله ضعيف يعني احنا نتكلم إن معامل الانتشار احنا لو أول مظاهرة كورونا كنا نقول معامل انتشار إن واحد بيعدي ثلاثة صحيح وكده ابتدى لغاية مظاهر أوميكرون بقى الواحد بيعدي 14 في جودريا الكرة ده الشخص بيعدي ماكس ما مشخص كمان فبالتالي لسه معامل الانتشار بتاعه ضعيف وفياته قليلة زي بابتالي القالية العددية بتاعته مش كبيرة بالشكل المخيف زي فيروس كورونا آه آه أقل بكثير يعني النفس الكلام في الوفيات الحمد لله يعني هو جودريا الكرة ده الحالات الوفيات اللي موجودة معظمها يقمها أطفال عندهم مشكلة في المناعة يقمها كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة فبالتالي عندهم مشكلة في المناعة أو الناس اللي بياخدوا أدوية مناعية اللي هي بتقلل أو نسميها بتثبت المناعة عندهم دول الثلاث فئات اللي أكتر عندهم مشكلة مع جودريا كغير كده غالبا هي بعد أسبوعين من ظهور الأعراض بتختفي وبدون علاج فيروسي خصيصا لجودريا الكرة ده يعني احنا بنعالج الأعراض فقط مع علاج الأعراض فقط أسبوعين وبتختفي يعني مش هيبقى فيه لقاح ليه هو ليه لقاح وقال ريدي أمريكا والاتحاد الأوروبي يبتدوا يشتروا وبتدى يبقى فيه تصنيع جديد هو نفس اللقاح اللي كان موجود للجودري هو اللي تم تطويره حاليا عشان يبقى الجودري الكرة فبالتالي بيستخدم بتغيير بسيط فيه حتى لو كان الفكسين القديم برضه هينفع الكميات اللي توزعت هنتكلم برضه تقريبا في 100 مليون على مستوى العالم من الفكسين ما كانش مش زي ما كنا نتكلم بمليارات اللقاحات اللي موجودة من كورونا فبالتالي هو فيه توزيع لكن مش كل العالم في احتياج ان احنا نعمل تاني منظومة يعني سلاسل إمداد زي ما عملنا مع كوفاكس أو زي ما عملنا مع كورونا غالبا هيفضل الفكسين موجود مع الفئات المستهدفة فقط أو المخالطين لان هو مختلف شوية اللقاح لجدر الكرد عن لقاح كورونا كورونا كنا نقول لازم الشخص يبقى مصاب مش مخالط وما عندهش بداية أعراض الفكسين لجدر الكرد ينفع يتخذ للمخالطين يعني لو الآن إن حد خالط حد ينفع ياخد اللقاح بعكس لقاح كورونا يعني يمكن الوضع في مصر حتى الآن الحمد لله يعني مطمئن منتكلم على ثلاث إصابات تقريبا في فترة أربع شهور أو أكتر أغلبها هي إصابات قادمة من الخارج تحديدا إيه هي الإجراءات الاحترازية هو مرض فيروسي خلينا نتكلم من كل الأمراض الفيروسية لاحتياطات منها تقريبا ثبت يعني مشابهة لاحتياطات كورونا مشابهة لاحتياطات كورونا خلينا نقوله هو بيعدي إزاي عشان نقول إزاي نقدر ناخد بنا منه هو بيعدي عن طريق رزاز كبير الحجم وإحنا كورونا كنا نقول كبير الحجم أو صغير الحجم وفي عدوى صحيح أول حاجة الثانية التلامس فالتلامس اللصيق هو الرزاز كبير الحجم هو طريقة العدوى من جدار الكربة فبالتالي أنا محتاج أن التلامة هي عدوى تنفسية يبقى فيه ماسك لو أنا موجود في مكان زحمة أنا نفسي يبقى فيه عندنا الثقافة بتاعت الصحة العامة بتاعت الماسك أنا أول ما الشيطة يدخل اللي هو يبقى لايف ستايل بالنسبة لنا فيه زحمة ألبس ماسك داخل أسانسير فيه ناس كتير داخل مترو ألبس ماسك مواصلات مكان زحمة والمكان مش زحمة أوي خلاص ممكن أهدي شوية الإجراءات اللي احترازها صحيح غسيل الإيدين مهم جدا بفترة برضو يعني منتظمة خصوصا مع بداية الشيطة يعني عشان برضو نبقى كل العدوى التنفسية كلها مع بعض فكرة أن تنضيف الأسطح هو دي يعني إلى حد ما بيسموه عشان الاحتياط من العدوى غير المباشر إن لو حد عطس أو كح ففيه رزاز نزل على سطح ممكن حد تاني يلمس نفس السطح وتعيد وعلى فكرة دي من أكتر الأسباب اللي بتاعدي في النزلات البرد مثلا ناحية الفارس البرد البسيط يعني فبالتالي دي التالت حاجة الحاجة المهمة بعد كده إن لو حد عنده أعراض ده بقى مسؤولة مجتمعية مهمة يعني أي أعراض لأن كل الأعراض بتتشابه في الأول العدوى في الرسالة يعزل نفسه عن الناس يعني ملاش يسلم ملاش يحضن ويبوسه وداخل الشغل ما يبقاش حد عمال يكح ويعتص وداخل على الناس كلها يسلم عنهم ويحضهمهم ومهم إن هو يبتدي لو حسن الأعراض نفسها بتزيد إن هو يروح يكشف عشان يتأكد هو إيه اللي عنده ده مهم جدا عشان بس ما يبقاش فيه تسلسل في العدوى تبتدي تنتشر طيب حقيقة قلت الأعراض التنفسية أو كل الفيروسات الخاصة بالجهاز التنفسي لكن في حواية الأمر يمكن المتابعين وإحنا مش دكاترة يعني بس من خلال بقى المعرفة باللي احنا شفناه أصبحت تقريباً وحقيقة تصحح للمعلومة كل الفيروسات أعراضها واحدة الأمراض الفيروسية أعراضها واحدة هي بتبتدي زي بعض بس مثلاً بيختلط هنا أحياناً الأمر يعني هي بدايات في معظم العدوى الفيروسية بتجيب وهن وهن شديد الناس تحسنوا تعبان بعد كده يبتدي بقى فيه حمى ارتفاعات الحرارة بعد كده يبتدي بقى فيه حاجات تفرق شوية مع جدر الكردة مثلاً زي التورم في الغدد اللي انفوية بعد شوية بعد أسبوع يبتدي الحويصلات اللي احنا بتهيلي الناس كلها شافتها على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا شكل البصور المميزة لجدر الكردة وده برضو على فكرة معادية يعني لو حد لمس البصور أو دي بتاعدي البصور طبعاً أكتر علامة مميزة بتظهر في الوجه وبتظهر في منطقة العينة وأوقات بتبقى يعني شديدة الانتشار وأوقات بتبقى قليلة الانتشار على حسب يعني وعلى حسب برضو القدرة المناعة لكن ظهورها هو اللي بيأكد ان ده جدري الكردة ظهورها من ضمن العوامل اللي مع بعض يتحطوا كده تقال ده غالباً جدري الكردة لانه برضو فيه أمراض مختلفة بيبقى موجود معها حويصلات معية زي الجدري ماشا فاحنا أغلب الظن منها هو ده اللي موجود حالياً يقول ان ده جدري الكردة وطبعاً كان عليه وصمة كان هو الانتقال بتاعه فقط لما يظهر هذه البصور عن طريق الاتصال الجنسي هو الفكرة مش في الاتصال الجنسي على قد ما في التلامس بما ان الاتصال الجنس هيبقى فيه تلامس بالتابعة فهو العدوة هتحصل نعم وكان بداية الظهور مش اتصال الجنسي فقط اللي هو يعني اتصال جنسي من نفس النوع فهو اللي بيؤدي لده بالظبط يعني هو الشذوذ الجنسي كان دايماً فيه وصمة انه هو فقط اللي هيجيله جدري كردة ده من ضمن الشواز جنسياً ده معلومة جيش صحيحة هي ابتدت في الشواز جنسياً في المجتمع النفس وانتشر بما أنه بدأ عندهم لكن طبعا أي حد هجي له جدر كارضا وأي حد موجود في عائلته ممكن يبقى حد عنده جدر كارضا وقعد جنبه وسلم عليه وكان فيه بينهم تلامس إلى حد ما طبيعي العادي ممكن ما بين الستات مثلا والرجالة والأطفال وكبار السن فيروس هيعدي أي حد طيب لو احنا بنتكلم على حركة ذكرت أن حالة منظمة الصحة العالمية حددت تحديدا ثلاث أمراض وأعلامت أنهم حالة طوار في الوقت الحالي شلل الأطفال جدير القرضى وكورونا هل ممكن يصنف لا قدر الله في وقت ما ويتحول إلى وباء يعني هو خلينا نصنف يعني احنا شايفين بقى في انتشار ومع بداية فصل الشتاء تحديدا ربما يعني يا رب كلامي ده ما يكونش مزبوط فكرة أنه يزداد الأمر علشان الأمراض التنفسية دايما كلها بيكون مرتبطة بالفصل الشتاء فهل ممكن تتوسط عموما احنا عندنا حالة الصحة العامة الطريقة اللي بيسموها الفك الفك بتوعلن لها بعض الشروط يعني هنا طبعا هنتكلم من المرض بيبتدي بحاجة بيسموها سبرادك أو إصابات متفرقة بسيطة بعد كده يبتدي يبقى متوطن بعد كده شديد التوطن يبتدي يزيد بعد كده آخر مرحلة أن المرض نفسه يبقى جائحة كلمة جائحة معناها أنه ما فيش حدود بتقدر تسيطر على انتشار المرض نسبة الإصابة اللي بتستدعي تدخل يعني طبي في مستشفى بتبقى نسبة عالية ونسبة الوفيات عالية حتى الآن إحنا شايفين الشروط لجدري الكردة مش لا ينطبق عليها الشرطين الأخرانيين يعني هو ممتشر عمصر العالم كله ولكن دخول المستشفى والآي سيو قليل الوفيات بتاعته نفسها قليلة فبالتالي ما ظنش أنه هو مرجح أنه يبقى في يوم الأيام جائحة تقلقنا زي ما حصل مع كورونا صحيح الحاجة الثانية أنه إحنا مع دخول الشتاء ودي بقى النقطة المهمة صاح أحمد أن إحنا دخول الشتاء ده محتاج أن إحنا ناخد بالنا من كل العدوى الفيروسية مش بس جدر الكرون خصوصا أن حاليا مع الأطفال مثلا الفيروس المخلوي بتدى ينتشر الـ RSV الأنفلونزا بتدى تنتشر بتدى يبقى فيه موجة جديدة من كورونا مع دخول الشتاء فبالتالي كل العدوى الفيروسية ده تخلينا نقلق من كل دول وكل دول وقايتهم واحدة لو حد ما خدش لسه لقاح الأنفلونزا محتاج ياخده لو حد فات على اللقاح بتاعه ستة شهور وهو ينفع أنه ياخد جرعة منشطة من كورونا محتاج ياخد جرعة منشطة لو أم شايفة أن أولادها تعبنين بلاش يروحوا المدرسة الحياة اللي احنا دايما نقولها البسيطة دي لغاية ما نعدي نصف شهر اثنين ساعات هنتين قول الوضع هيبقى هدى شوية معظم الفيروسات هتبتقي تهدى في النصف التاني من شهر اثنين ونعدي المرحلة دي على خير ونتوقع نتوقع ونأمل يعني أن 23 يبقى حالة الطوارئ الموجودة الكورونا أو لجدر الكورونا أنها تقل درجة عند منظمة السهل العالمية خلينا أسأل حقيقة لأن حقيقة ذكرت فكرة اللقاح الخاص ب الانفلونزا تحديدا مع دخول فصل الشتة لأن البعض بيتخوف من اللي هو يقول أنا ليه أخذ لقاح وما خليش المناعة بتاعتي تشتغل بشكل طبيعي فإيه برضو الرد اللي حقيقة ممكن ترده على الناس اللي دايما بيكون ده إيجابتها على أخذ لقاح لي طيب إحنا دايما عندنا شرط وده سؤال حلو على فكرة إحنا عندنا كده معلومة صغيرة الناس بتأخذ لقاح هو لو ما بيقولوش انفلونزا في الشتة تماما وبيعدي السنة كلها بدون أي عدوى خلاص هو لو منعته شغالة هو أصلا لا يصاب ده بقى صعب ده شرط كده اللي مش موجود في الزمن ده بالضبط لكن لو حد مثلا بيجيلو انفلونزا وبيقعد تقريبا أسبوع تعمل خمس تيام لسبعة تيام مع اللقاح فرصة إنه ده يحصل بتقل تماما حتى لو جت انفلونزا بتيجي خفيفة يومين ثلاثة وتروح صحيح فبالتالينا بقارن دايما ما بين عدوى متوسطة أوقات بتبقى شديدة وصادها بيبقى في عدوى خفيفة لو خد اللقاح ده الناس اللي معندهم مش مشكلة صحية الناس اللي عندهم مشكلة صحية أو الأطفال ده اللي ممكن يحصل تفاقق من الإصابة مع الأنفلونزا احنا في حالات وفيات مع الأنفلونزا عالية مش قليلة الكبار السن نزلات الأنفلونزا أوقات بتقلب بعدوى بكتيرية بعديها ونزلها شعوبية وبيبقى فيها تخول المستشفى نفس الكلام للأطفال اللي عندهم مشاكل في الصدر الأطفال اللي عندهم مشكلة في المناعة فأي حد من الفئات سواء كبار السن صوار السن أصحاب الأمراض المزمن أصحاب الأمراض المناعية دول مهم جدا أنهم ياخدوا اللقاح وحتى من اقتصاديات الصحة دي أكتر جدوى اقتصادية موجودة مع الثلاث فئات دول بقيت الناس زي ما قلنا أنت عندك اختيارين إما هيجي لك العدوى متوسطة إما تجي لك خفيفة لو أخذت اللقاح وفي الآخر النظرية بتاعت أن أنا سيب المناعة بتاعتي هي موجودة النظرية موجودة عليها بعض الدراسات ولكن اللقاح لم يثبت أنه هو بيقلل من مناعة الشخص لو أخذ اللقاح خصوصاً لأنفلوانز وخاصة أن اللقاح هو مجرد وقايا ليس إلا فكرة هتصاب بدور برد مش هتصاب لكن هتكون الأعراض بتاعته أقل حدة من الأعراض اللي أنا لو أنا مش واخد لقاح وقربنا ده فكرنا كلا تستلزم فكرة السرعة في إصدار الأجسام المضادة الأجسام المضادة لو أنا وأخذ اللقاح أنا كل اللي بدي بدي لجهاز المناعة صورة فيروس الأنفلوانز السريع دي يعمل إزاي فهيطلع له من قبليها يعمل حسابه على الصورة دي لو جي فيروس الأنفلوانز في الطبيعي بدون لقاح ويقعد فترة حضانة لغاية ما ينتشر في الجسم مع كده يبتدي الجسم يحاول أنه يقومه اللقاح بيخليها من الموضوع ده بسرعة لأنه خلص بعتله الصورة دي صورة الفيروس لو دخل الجسم حجمه ما تستناش أن الفيروس ينتشر فبالتالي بيبقى المكومة تحت الجسم أسرع والتغلب عليه أسرع لأنه الانتيباضيز أو نهضات الأجسام طلعت بطريقة أسرع نعم طيب نرجع مرة تانية لموضوعنا الرئيسي اللي بتكلم فيه فكرة جدري القرد تحديدا وحيك ذكرت أن فكرة دخول المستشفات فيه قليلة جدا كم يوم بيحتاجوا علشان يتعافى الشخص المصاب من هذا الفيروس طيب إحنا دايما مع الفيروس ومن تالي الناس تعودت بأنه فيه عدوى بعدها فيه فترة حضانة صحيح بعد كده فيه ظهور الأعراض بعد كده فيه انتهاء الأعراض الحضانة بتعود تقريبا من يومين لثلاثة أوقات خمسة أيام وبعض الحالات اللي ندر يعني بتكسر العشرة أيام بعد كده بتبتدي ظهور الأعراض تباعا من أول الوهن الارتفاع وضع الحرارة بعد كده تدخم الغدد الإنفاوية بعد كده بتدي بعد خمسة أيام من بداية ظهور الأعراض ظهور البصور اللي احنا قلنا نتكلم عليها بصور المائية الصلاة المائية بعدها بأسبوع كمان خلص ممكن الأعراض تختفي فكده أخدت تقريباً أسبوعين أوقات الأسبوعين يبقوا أربع سبيع لو الشخص نفسه عنده مشكلة بس احنا هنا دلوقتي بنتكلم في وقت إصابة أكبر من الوقت اللي أصبح موجود في إصابة فيروس كرول يعني هكونا بدأنا 14 بعد كده نزلنا السبعة احنا حاجة بتكلم في 14 دي البداية بتاعته من أسبوع أوقات الناس بعد أسبوع بس غالباً أسبوعين أسبوع للظهور الأعراض وتفاكمها والأسبوع الثاني لانتكاس الأعراض بقى واختفاقها الأسبوع الثاني ده اللي هو إحنا محتاجين طبعاً كل ما بيظهر أعراض يعني الناس ده ممتازة طبعاً يعالجوا إزاي صحيح أنا بعالج أعراض يعني الأطباء البشرين بيعالجوا الأعراض وخصوصاً موضوع الحمى في بداية الزهور البثور نفسها ليها طريقة عشان برضو تتعالج لوحدها فعلاج الأعراض هو كافي لشخص ما عندوش مشكلة مناعية أنه يخف أوقات ممكن يتاخد أنتيفيرل أو مضاد للفيروسات مفيش مضاد للفيروسات خصيصاً مامول لجدري الكردة ولكن مضاد للفيروسات العادي ينفع أنه برضو بالتبعية يحصل له إعادة تهيئة أنه هو يشتغل مع جدري الكردة وينفع في بداية الزهور الأعراض لو اللقاح موجود الشخص ياخده عكس كورونا أصحاب الأمراض المزمنة هل هم يا دكتور إسلام أكثر عرضة للإصابة بجدري الكردة ولا الأمراض مثل سرطان الدم الأقدر الله والغدد الإنفاوية؟ خلينا نبص على السبب الثانوي يعني أصحاب الأمراض المزمنة الغير مسيطرة عليها دول عندهم مشكلة حد عنده ضغط أو سكر يعني مش كنترول يعني مثل حد عنده ضغط أو سكر مش متزبط متفعمل خفض بالسابت مش متزبط بالسابت بالسابت لكن أي حد عنده الضغط أو السكر سابت ومنتظم هو زيه زي شخص طبيعي مناعته منتظمة الفكرة مثلا لمرض السكري مثلا لو السكر مش متزبط المناعة تبتلك تتأثر شوية عشان كان بيبقوا عرضة للعدوى أكتر خصوصا العدوى الفطرية مثلا الأطفال اللي عندهم مشاكل فبياخدوا أدوية المناعة الأطفال اللي عندهم رابو كبار السن اللي عندهم مثلا أمراض مناعية زي الروباطايد مثلا وبياخدوا علاجات كل دول هي فئات بتتعرض أكتر لتفاكم الإصابة سواء لجدر الكردة على فكرة أو حتى لأي عدوى فيروسية أخرى فدايما هما دول الفئات اللي عندهم الأول ما يدخل الشتاء لو إحنا نتكلم على ثقافة الصحة العامة دول الفئات اللي لازم يبقى لدول اللقاح يعني تاخد لقاحاته تلبس الماسكة في أي مكان زحمة ما تلمس حد ما تسلمش على حد الفئات دي بالذات عشان فترة الشتاء هي أكتر فترة يبقى فيها دخول مستشفى للفئات اللي إحنا لسا تذكرينه طيب الحوامل ووضعهم ايه بقى في الأصابة الحوامل فيها مشكلة طبعا الحامل ما عندهش مشكلة في المناعة الحامل مشكلتها إن في الجنين إن عشان الجنين هي مش هينفع تاخد أدوية إحنا لو في جدر الكردة من المال حمد عالج أعراض غاليما معظم الأدوية هي مش هينفع تاخدها عشان هي حامل فبالتالي إحنا بنبقى سيبينها تقوم كل المرض لوحدها مع عدد قليل جدا من الأدوية اللي بتنفع أنها تتاخدها فبالتالي الحوامل دايما نقول يعني يحاولي تتجنب العدوى عشان مش هيبقى فيه غالبا نجري علاجات بسيطة هاي اللي ينفع تبقى حتى البراسيتامول اللي بتقى دلوقتي الجرعات اللي ينفع للحوامل بتقى تبقى أقل بكثير من زمان فبالتالي مفيش مشكلة في المناعة عند الحوامل لكن في مشكلة نحن مش ندر نعالج إلى حد العراض حتى طيب نصيحة أخيرة كده نقولها سريعا للسادة المشاهدين دلوقتي فمجمل بقى مش جدري القردة فقط لكن نصيحة فيه يعني خلاص احنا تقريبا اسبوعين وندخل فعليا في فصل الشداء هي النصيحة اللي نفسي تبقى ننتهجها يعني ان احنا نبقى عندنا فكرة ان اي حد عنده أعراض ما يكسفش ان هو ما يسلمش والناس تتقبلها ما يفتكروش ان دي حاجة عيب الشخص اللي ابتدى يظهر عنده أي أعراض يلبس ماسك يبتدي يبتعد شوية هو في أماكن الشغل أو في أماكن العامة عموما الناس تبتدي تلبس ماسك في الأماكن الزحمة خلاص مش لازم ألبس ماسك على طول بس أتليست في مترو في مواصلات في اوتوبيس وأنا رايح مكان الزحمة فكرة النظافة عمونا الشخصية والتحسين المناعة وتحسين المزاج العام للمناعة زي ما يقولي المناعة بتاعتنيها مزاج بتلعب رياضة بتحدي تنام بدري بتصحى بدري بتاكل كويس بعيد عن المسبك حيات لايه بتنشط الجسم تخليه عرضة أقل للمخبات والجراثيم عموما يعني دكتور إسلام حقيقة شرفتنا ونورتنا دكتور إسلام معنا أستاذ الاقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبية بنشكر حقيقة على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر شكراً صباح الخير يا سيد أحمد شكراً مشاهدينا الآن تنسيب حضراتكم لفاصل سريع ولسا مكملين معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر الممتدة حتى العشرة صباحاً انتظرونا شكراً